بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أستاذ حسن يدبالي مادة العلم الفيزيائية المستوى الثالثة اعدادي في فيديو في فيديو جديد موضوعه درس جديد عنوانه قانون اوم طلوة دوم اذا اول شي اغدين دروف هذا هو واحد تذكير بسيط جدا لما قمنا به في دروس الكهرباء في مستوى السنة الاولى اعدادي اذا هل تذكير غدين درمو الخاص في واحد الججول كما يظهروا امامكم دعنا واحد ثلاثة المقادير فيزيائية رأينا في المستوى الاولى اعدادي ثم سنرى رمزها ثم وحدتها وجهاز قياس هذا المقدار ثم كيف يركب هذا الجهاز اذا نبدأ بالمقدار الاول هو شدة تيار شدة تيار رمزها اي ووحدتها هي الامبر التي نرمزها بالرمز ا وجهاز قياسها هو الامبر متر ورمزه الاصطلاحي اذا اردنا تمثيله في التبيانة هو دائرة وسطها حرف ا وهو جهاز مستقطب كما يظهر في الاجدول امامكم ويركب هذا الجهاز طبعا على التوالي ثم ننتقل الى المقدار الثاني وهو التوتر التوتر الكهربائي رمزه اي وحدته هي الفولت رمز الوحدة هي ذي جهاز قياسه هو الفولت متر الرمز الاستلاحي لهذا الجهاز هو دائرة وسطها حرف ذي وهو كذلك جهاز مستقطب لو قطب موجب وقطب سالي ويركب هذا الجهاز على التوازي ثم ننتقل الى المقدار الثالث وهو المقاومة الكهربائية رمزها هو ار وحدتها هي الام التي نرمزها في اوميغا جهاز قياسه هو الامبر ورمزه الاصطلاحي هو دائرة وسطها حرف اوميغا ثم هذا الجهاز يركب بين مربطيه الموصل لأومي ولا يركب في الدار الكهربائية طبعا كذلك يمكن قياس او حساب قيمة المقاومة بطريقة اخرى كما رأينا في الاولى اعددي وهي طريقة اعتماد طريقة الالوان اي اعتماد على الوان المقاومة واضح اذا كما رأينا في السنة الاولى اعددي ان عندما نزيد في قيمة التوتر بالمربطيه المولد فان شدة التيار المرة في الضارة تزداد كذلك ورأينا ان انه عندما ندرج مقاومة كربائية في ضارة كربائية فان قيمة شدة التيار تنقص هذا يعني انه هناك علاقة ما تربط بين هذه المقادر الثلاثة وهذا هو موضوع هذا الدرس لهي ان نبحث عن العلاقة التي تربط بين شدة التيار المرة في الموصل الاومي والتوتر بين مربطه اي وقيمة مقاومته ار كذا هذا هو الموضوع دي للدرس التي هذه العلاقة التي تسمى بقانون قوم باش نتصلوا هذا القانون هذا سنقوم بنشاط بسيط جدا وهو يظهر امام الان باستعمال مولد قابل للضبط يعني يمكن ان نغير قيمة التوتر بين مربطه ثم نقوم بقية شدة التيار المرة في الموصل الامي والتوتر بين مربطيه كما تبين تجربة اسفله قيمة مقاومة الموصل الامي المستعمل في هذه التجربة هي ار كتساوي اثناني وعشرون اوم اذا اهنا قعد الصورة تبين التجربة التي سنقوم بها في هذه في هذا النشاط ثم هنا تبيانة هذه التجربة ايضا تجربة واضحة جدا لدينا موصل اومي ولدينا مولد الواجنة قابل للضبط ثم ركبنا الامر متر لقياس شدة تلو مرة في الضر ثم الفولت متر لقياس التوتر بين مربطيه لموصل الامي نقوم بتدوين هذه النتائج لمحصل عليها في الجول التالي دا اللي جوله امامنا التوتر اي نحدد القيمة دي التوتر بين المربطيه التي يشير بين مربطيه الموصل الامي التي يشير الى يلم فتل OP ثم شدة التي يشير اليها الامبير متر اذا اذا كان التوتر هو السفر ثم انا شد التي سنجدوها في هذه الجربة pir اذا كان التوتر سين فاصلة colis. امسة نحصل علاقية شدة سين فاصلة سين. خمسة واربعان امبيرة اذا كان التوتر واحد فاصلة خمسة فولت قيمة شدة سين فاصلة سين. وهكذا! القيمة الموالية ثم القيمة الاخيرة ثم نقوم هنا بحساب النسبة على اي طبعا بالوحدة الفولت على الامبير سنجد في الحالة الأولى تقريبا القيمة تساوي 22 اوم فولت على الذعلاء ثم اذا قمنا بتقسيم واحد على سبرة فاصلة سبرة خمسة واربعون سنجد القيمة تقريبا 22.2 او قريبا اي قيمة قريبة من 22 على فولت على الامبير اذا من خلال هذا اللجون نلاحظ ان اي على اي تساوي 22 في جميع الحالة 22 فولت على ا وهذه القيمة هي قيمة الموصل الامبير التي لدينا في معطيات هذا النشاط ويمكن التوصل كذلك الى هذه النتيجة مبيانيا اي نقوم بتمثيل منحناء تغير التوطر بدلالة شدة التيار اذا تغير التوطر في محور الاراتب وشدة التيار في محور الافاصيل اذا السؤال المستعمل هو يظهر امامنا الان ثم نقوم بتحديد النقط نقطة هذه المنحنة من النقطة الاولى سنجد هنا ثم النقطة الثانية ثم النقطة الثالثة ثم الرابعة ثم خمسة نلاحظ هنا ان هذه النقطة يمكن ان نربط بينها بواسطة مستقيم وهذا المستقيم طبعا فهو يمر من اصل المعلم لان التوطر اذا كانت اذا كانت قيمة التوطر تسبب سفر فان النتائج التدريبية فهي واضحة دا من خلال هذه النتائج نلاحظ ان المنحنة عبارة عن مستقييم يمر من اصل المعلم اي كما يسمى في الرياضيات في دالة خطية دالة خطية نقوم بحساب معامل التناسب لهذه الدالة الخطية فنجد ان اذا اخذنا النقطة الاولى واحد فولت نقوم بقسيمها على سفر فاسلا خمسة واربين امبير سنجد اتنان وعشرون وفض على امبير اذا نلاحظ ان اي على اي تساوي ار ومنه فان اي تساوي ار ضاري اي لان اتنين وعشرون هي القيمة دي الار التي لدينا في معطيات النشاط اذن خلاصة توصلنا الى ان مميزة الموصل الاومي هي عبارة عن دالة خطية هي عبارة عن دالة خطية وكذلك السؤال الذي طرحنا في الفيديو العلاقة بين اي و اي و اي هي اي تساوي ار ضاري اي اظن ان العلاقة توصلنا الى بكل بساطة اذا من هنا نتوصل الى ما يسمى بنس قانون اوم الذي هو عنوان الفقرات التانية يساوي التوتر اي بين مربطين موصل اومي جداء مقاومته ار وشدة يلمار فيه اي ونكتب اي يساوي ار ضاري اي بحيث وحدة اي هي الفولت وحدة العالمية للتوتر هي الفولت ثم وحدة ار هي الام ثم وحدة العالمية لشدة ير هي الامبير لان نقوم ببعض التطبيقات التطبيق الاول فهو احسب مقاومة سليك مصباح كهربائي لاشارة المسجلة عليه هي 6.250 ميلا اومبير عندما يشغل بصفة عادية يشغل بصفة عادية يعني ان التوتر بين مربطينه هو 6 فولت وشدة تيار المار فيه هي 250 ميلا اومبير ذا الحل اذا قم باخذ ورقة وقلم ثم حاول ان تجيب على هذا التطبيق اذا لدينا اه توطر بين مربطي هاد الميصباح هو اي كي سوي 6 وشدة تيار المار في هاد الميصباح هي 250 ميلا اومبير سنقوم بتحولها الى الوحدة العالمية اللي هي الامبير تساوي 7.250 اومبير ولدينا حسب قانون اوم ان اي تساوي اي رضا ربئي نحن الان نريد حساب ار ومنه فان ار تساوي اي على اي تطبيق اعدادي ار تساوي ستة اوض نقوم بتقسيمة على 7.250 اومبير سنجد هاتي القيمة امامنا ار تساوي اربعة وعشرون اوم التطبيق التاني كذلك قم باقاف الفيديو ثم حاول ان تجيب على هذا التطبيق التاني احسب شدة تيار المار عبر موصل اومي مقاومة ار تساوي مئة وعشرون اومب والتوطر بين مربطها هو تساة فولت اذا حسب قانون اومب لدينا يتساوي ار ضارب اي ومنه فان نحن نريد حساب شدة تيار اي تساوي اي مقسم على ار وتطبيق اعدادي لدينا في المعطيات ان التوطر بين مربط الموصل اومي يساوي تساة فولت و ار قيمة مقاومة الموصل اوم ار تساوي مئة وعشرون اوم اذا شدة تيار اي تساوي تساة فولت مقسم على مئة وعشرون اوم وبالتالي اي تساوي سور فصلة سور خمسة وسبعون اومبير نقوم بتحول الى الميل اومبير تساوي خمسة وسبعون ميلي اومبير اتمنى ان اكون قد فهمتم هذا الدرس فهما جيدا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته